ومن أخلاق طالب العلم التي يجب عليه أن يهتم بها وهو الحرص على الناس الحرص على هدايتهم التلطف معهم لين الجانب مع الناس حتى يقبلوا منه علمه هناك بعض طلبة العلم تجده جافا جلفا يعني صعب المراس يعني حتى إن الناس يعني تنفر منه إنساء الله تبارك وتعالى لا يجعلنا كذلك فينبغي طلب العلم أن يكون هينا لينا مطباعا سمحا مع الناس كذلك أن يكون هذا الإنسان يعني سنة تمشي على وجه الأرض يعني أبعد الناس عن المعاصي أبعد الناس عن حتى حتى يعني فضول الدنيا يبتعد عنها قدر ما يستطيع يفعل المستحبات يبتعد حتى عن المكروهات لأنه قدوة في النهاية فلذلك على طالب العلم أن يهتم بهذه الأمور ترجمة نانسي قنقر